لدى زيارة سموه لمجلس النواب قال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر للنواب رئيسا وأعضاء لقد أتيت لأسجل الشكر والتقديل لمجلس النواب شركائنا في مسؤولية الوطن لما يجسدونه من تعاون مثمر مع الحكومة تقوده روح المسؤولية لتحقيق المصلحة العامة والوصول إلى النتائج والأهداف والغايات المرجوة في خدمة الوطن والمواطن فالحكومة لم تلمس من هذا المجلس الموقر إلا التعاون البناء ولن يرى من الحكومة إلا كل تعاون مضيفا سموه أن ما أنجزته السلطة التشريعية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشورى من ممارسة للديمقراطية المسؤولة وما تحقق من إنجاز تشريعي ورقابي يبعث على الفخر ويجلب الاعتزاس من جانبه أكد رئيس مجلس النواب أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يمثل حالة قيادية فريدة لم يسبقه إليها أحد في العالم فقلب سموه قبل أبوابه مفتوحة لممثلي الشعب يعكسه اللقاء الأسبوعي لسموه مع ضاء السلطة التشريعية والذي يشكل فضاء مفتوح لمناقشة القضايا الوطنية والوقوف على مسار التعاون بين السلطتين والدفع به قدما وهذا سر نجاح التجربة البرلمانية الوطنية وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد قام بزيارة صباح اليوم لمجلس النواب حيث التقى سموه خلالها بمعالي السيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ونواب رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس وخلال الزيارة دعا سمو رئيس الوزراء النواب إلى التماسك والتآلف في مواجهة التحديات وتعزيز جهودهم في خدمة الوطن وعدم السماح للمتربصين بديمقراطيتنا استغلال أي خلاف في وجهات النظر يؤدي للوقوع في منزلقات تشغلنا عن قضايان الأهم فتذكروا أن هناك من المتأمرين والمتصيدين في الماء العكر الذين ينتظرون مثل هذه اللحظة وقال سمو إن من أهم الأولويات هو تركيز الجهود واجتماعها على التقدم والنهوض بالوطن سياسيا واقتصاديا ومغادرة لغات التنازع والتفرق فالاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية ووأد الفتنة والعزوف عن المشادات ضرورة ويجب أن يكون الجميع كدأب هذا الشعب قلبه مليء بالمودة وفكره متسع لقبول الرأي والرأي الآخر محذرا سموه من التأثر بالمهاترات أو أن تدفع لما مشانه تعميق أي خلاف وأكد سموه على مواصلة الحكومة لمساعيها الخير في تقوية البناء الراسخ للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يرتقي بمجالات العمل المشتراك الذي يسمو بهذا التعاون ويحصنه من أي عثرات تؤثر على اندفاعه وبخاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم وتأثر بها الوطن وجعلت الحاجة أكثر الحاحا للوحدة ولكل جهد وطني يساهم في إيصال سفينة الوطن إلى بر الأمان وأكد سموه أن متطلبات المرحلة تستدعي من الجميع اليقظ والحذر وعدم الإجرار خلف كل ما يشتت الجهود ويمزق وحدة الكلمة والموقف وقال سموه يسعدني كثيرا حينما أرى ممثلي الشعب يدا واحدة على قلب رجل واحد لأني أرى في وحدة أعضاء مجلس النواب مؤشرا على وحدة شعبنا وتماسكه لأنه ممثلي ودعا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن تكون المصلحة العليا لمملكة البحرين هاجس الجميع وأن تتضافر كل الجهود لإنجاح التوجهات النيابية المشتركة من أجل رفعة هذا الوطن وتنمية شعبه وجعل المرحلة المقبلة من المسيرة الوطنية مليئة بالإنجاز ومفعامة بحيوية العمل الذي يقود إلى البناء وتحقيق الجديد في مسيرة العمل الوطني التي يقودها بكل حكمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة من جهته نوها معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس النواب بحرص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على دعم المسيرة الديمقراطية في ظل المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة مشيدا بالنهج الحكيم لسموه في معالجة كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطن والجهود التي يبدلها سموه في تعزيز العلاقات المثمرة مع السلطة التشريعية وقال رئيس مجلس النواب إن خليفة بن سلمان هو الوالد والقائد والرمز ورجل الدولة والحكمة والخبرة الذي يتشرف الجميع بالعمل معه والاستفادة من توجيهاته الكريمة ونهجه الحكيم في معالجة قضايا الوطن والمواطن مضيفا أن لسموه الفضل الكبير في استمرار عمل المجلس النيابي وأبدى رئيس مجلس النواب سعادته بالعلاقة المثمرة والتواصل البناء الذي تنتهجه الحكومة الموقرة بقيادة سموه مضيفا أن ما يدعو إلى الاعتزاز هو أن سموه رئيس الوزراء الموقر يلتقي السادة النواب في مجلسه العامر أسبوعيا ويناقش معهم كافة الموضوعات والقضايا ويسترشدون بتوجيهات سموه وحكمته في إدارة شؤون السلطة التنفيذية وقال رئيس مجلس النواب إن التعاون والتنسيق المتواصل الذي يشهده مجلس النواب مع الحكومة الموقرة ما كان له أن يتحقق ويصل للمستوى الرفيع لو لا حرص سموه ودعمه للمجلس النيابي وكافة المقترحات والمشروعات التي يتقدم بها السادة النواب مشيرا إلى أن جميع أعضاء مجلس النواب يحظون برعاية واحترام وتقدير من سموه الكريم وعرب رئيس مجلس النواب عن فخره بالموقف الداعم لسمو رئيس الوزراء بضرورة احترام ممثلي السلطة التشريعية من خلال ممارسات حرية الرأي والتعبير التي تعبر عن النهج الوطني والمسيرة الديمقراطية التي أرسى قواعدها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدة مضيفا أن سموه قد أكد ضرورة ممارسة حرية الرأي والتعبير في إطارها المسؤول والوطني وأشار رئيس مجلس النواب أن ما تمر به المنطقة من تطورات سياسية وتحديات اقتصادية استثنائية يستوجب من الجميع المزيد من التعاون والعمل والإنجاز وقال أن الدول القريبة منها تشهد مخاطر الإرهاب وهما يدفعنا إلى بذل المزيد من التعاون والتعاضل والتكامل مضيفا أننا نستلهم من سمو رئيس الوزراء دروس الحكمة ووحدة الصف والكلمة وأكد رئيس مجلس النواب حرص سموه على إشراك السلطة التشريعية في القضايا التي تهم الوطن والمواطن وفقا للشفافية والتعاون البناء الذي تنتهج الحكومة برئاسة سموه الكريم مضيفا أن مجلس النواب وبدعم سموه يمارس دوره التشريع والرقابي ويحرص على الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وحماية مكتسباته ومجازاته الحضارية وتقدم رئيس مجلس النواب بالشكر الجزيل إلى سمو رئيس الوزراء على زيارته الكريمة لمجلس النواب سائلا المولى أن يوفق سموه لما فيه الخير والصلاح وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية ويمنى على البحرين بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والله العلاقة بين السلطتين تشريعية والتنفيذية ضائمة على هذا التعاون الكبير بيننا وإن شاء الله بيستمر وزيارتي لإخواننا اليوم ليشكرهم على ما يقدموه ويقدمونا لخدمة شعب البحرين والتعاون الموجود فيما بيننا تعاون كبير وأنا أكد على هذا التعاون وجيت أشكرهم على هذا التعاون والله يقدرنا إن شاء الله على العمل جميع في كل ما يهم المواطن والوطن إن شاء الله اشتركوا في القناة اليوم احنا تشرفنا بزيارة صاحب السمو رئيس وزارة المواقر إلى مجلس النواب وهو دائما مرحب فيه في المجلس ودائما سمو يحرص على مد جسور التعاون وتعزيز هذا التعاون بين الحكومة وبين السلطة التشريعية حقيقة هذا ليس بغريب على صاحب السمو زيارته سبقوا أن نزار المجلس عدة مرات وأيضا هناك شيء مهم لابد ذكره أيضا هناك مجلس السموه دائما يكون مفتوح لأعضاء السلطة التشريعية كل يوم اثنين وهذا صراحة شيء يقدر من مجلس النواب لهذا التجاوب الكبير ورفيع بين صاحب السمو وبين أعضاء السلطة التشريعية نحن في مجلس النواب بدأنا منذ بداية الفصل كان هناك تعاون وثيق جدا منذ بداية برنامج الحكومة وليما هذا حققنا الكثير من الإنجازات بسبب هذا التعاون فجميعا نكون كل احترام وتقدير لصاحب السمو رئيس وزراء وعلى زيارته اللي اليوم قامه في مجلس النواب وإن شاء الله نتطلع أيضا لزيارات أخرى من أجل مصلحة الوطن والمواطنين اشتركوا في القناة